شاهدين الدانجا ومجلس شورى خلاوة القرآن مع عادلة بورنيش والزميل محمد فتح الرحمن في التقرير القادم مطبع كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى استقلال السودان المييد من داخل العلفون بمحلية شرق النيل نحن سعادة جدا نكون مع واحد من العظام الكبار الذين أرسوا دعايم الاستقلال وكان لهم دور واضح في حفظ التاريخ وحفظ تاريخ السلطنة الزرغال وهذه طبعا العلفون هي تحتبر واحدة من المدن والعواصم التاريخية والإسلامية للسلطنة الزرغال سعي جدا نلتغي من داخل العلفون بعمنا الصادق أحمد حامد مرحبا بك يا عمنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على شيدنا محمد وسلم وأما بعد ستحدث عن تاريخ العيد الاستغلال وتاريخ السلطنة الزرغاء والمهدية داخل البلد ودي مدينة العلفون دي هي كانت مدينة السلطنة الزرغاء كانت هي العاصمة الدينية والعاصمة السياسية سنار وقري والعاصمة الدينية العلفون لأن الشيخ خدريسي بن الأرباب تسبب في أول دولة إسلامية في السودان عايزين نتحدث عن ذكريات الاستقلال والآن أكيد عندك ذكريات عظيمة جدا مرتبطة بذاكرتك في الاستغلال هاية بهني جميع الشعب السوداني والسودانيين غاطبة بالاستغلال المجيد وهني غنات الشروق والرعين الأول للاستغلال اللي هم السيد علي المرغني والسيد عبد الرحمن المهدي والشريف يوسف الهندي دي الأخطاب اللي كانوا موجودين وكانوا السبب الرئيسي في الاستغلال بعدهم جاء السيد إسماقيل أسري وكل الزعماء والشيخ علي عبد الرحمن وسيد مبارك زروق وسيد يحيى الفضل وسيد حسن عوض الله ودرعين الأول والسيد المحجوب محمد أحمد محجوب وكان أول نائب في الاستغلال لمدينة العلفون مبارك زروق عمنا صادق إذا اللي العلفون تاريخ ناصع وطاريخ طويل منذ غيام السلطنة الزرقاء في السودان نحن سعيدين بيك بهذا الحوار وأنا سعد أيضا معي أستاذ عادل أبو الريش ونحن يعني خلفنا الدانقة والدانقة ديمكي لأبنى جيلي ما حيعرفوها إلا القليل إن شاء الله مع أستاذ عادل أبو الريش ومعاك حنخوض هذه التجربة العظيمة ونتكلم عن الدانقة وتاريخ العظيم وتاريخ الطويل إن شاء الله بعد غليل مع أستاذ عادل أبو الريش بيتواصل معكم هذا اللقاء من ذكريات استقلال السودان المجيد إن شاء الله دائما السودان يرفل في حلل التقدم والازدهار وكل عام والوطن يسع الجميع بألف خير شيخنا الصادق أحمد حامد أنا دار أواصل معك رايك شنو جدا مرحب بيك ويشرفني جدا مواصلتك الله يديك العافية نحن الدانقة دي قبل الشرن أو في فقرة كانت مستمرة معنا أن نقولنا دي الدانقة الورانة دارينا نحن نعرف والناس اللي بيشاهدوا في غنات الشرق دي يعرفوا شنو يعني الدانقة والخلاه هنا في المحل ده شنو طيب الدانقة دي طبعا الناظر ناظر الخط في سلطة الزرقاء كان الشياخة الشيخ محمد عبد الرحمن الشيخ الخطة من هنا إلى ود العبات شرق السنر وده المبنى بتاعه محل السكن بتاعه وبيته اللي هو قاعد فيه فبسموه دانقة زمان يعني مجلس فيه طابق تاني فوق وفيه ناس بيجي يقعدوا وبعد ذاك انتغلت من محمد عبد الرحمن إلى ابن عبدالقادر 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 تصاهر مع غبائل كثيرة طيب انحنا قدنا لدينا نظرة سريعة شفنا حاجات كده زي المعرض المعروضة وعايننا لفوق اللي جينا فيه سلالة معينه المبنى مبنى من طين الكلام ده شنو والله طبعا ده شغل الزمان القديم طبعا الطوب بتاع الدان قديم تا لو شفته ما بتتخيل انه في ناس كانوا اقوياء بالشكل زي داعملوا طوبة قدردية ويرفعها فوق وبنيان بدون سقائل ناس اجساموا غوية وناس كانوا غويين جدا اللي بشتغلوا الشغلة دي وخلينا نحن الاسر دا موروص من جيت الى جيت الى اما جيت انا اخر حفيد اللي هي جيت عمري دي الوقتي 82 سنة نعم انحنا بندعو كتر خيرك بندعو الجميع لمتابعة ومشاهدة اه كل الذي يعني يجذي ويدور داخل الدانقة بكل اوصافة وبكل مسمياتها من خلال وصفة الوصف لنا عمنا الصادق بنقول لي كل المشاهدين اللي بتابعوا غنات الشروق ليكم التحية والتقدير والاعترام ولكل اهل السودان بنجدد التحية بمناسبة عيد الاستغلال في ذكراها وفي كل ايام السمحة ونقول ان شاء الله ربنا يجعل الايام كلها هرية ونقاء وصفاء بين القلوب ووحدة ونماء يعم كل الارجاء السودان للجميع وبالجميع تحياتنا لكم فريق الشروق من هنا من العلفون سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته الله يديكم العافية اخوان شكرا شكرا جزيلا مستاذنا عادل بوريش والله يديك الصحة والعافية وشكرا جزيلا لزميلنا محمد فتح الرحمن على هذه المحطة من العلفون على الالفون على الالفون